جيداً يا رباً نانسكس 2 كومبيت تحكين ذا عننا نانسكس 2 كومبيت بلش يمكن هو أول برغم بنانسكس 2 قبل ما يكون في نانسكس 2 كروسفت كان عندنا برنامج عاملينه أنا وصحابي بهدف انه نقدر نشارك في بطلات الكروسفت فبلشناه في 2011 كان هدف منه انه نجمع مجموعة آثليس مع بعض نحاول نتدرب مع بعض وكان الحلم انه نصل على الكروسفت جيمز أو الكروسفت ريجينز يعني أول ما بلش بذكر كنت أحضر فيديوهات على اليوتيوب يعني على الكروسفت جيمز وكثير يعني خلني أخذت انتباهي قديش الرياضة يعني حلوة قديش فيها تنوع قديش فيها تحكين وفيها كل أنواع رياضات يعني هذا هو أكتر إشي خلاني أحب أصلا رياضة الكروسفت من ناحية كومبيتشن قديش فيها تنوع وقديش فيها تحدي يعني طبيعتي يعني بحب دعمل أفتار إشي يعني ما يكون سهير ما يكون أي حدا بيقدر يسوي أو يوصله ويجب أن يكون جد بتعب ويستهل يوصله فحسيت هذه الرياضة حتكون كتير مناسب ليلي إنه إذا بدك توصل فيها للكمبيتشن تيكي عن حالك ريجينال آثليت أو جيمز آثليت هذا إشي لا تكون جد تستحقه لازم تكون جد عم تتعب لكي توصله ولازم تكون خليني حكي يعني إنسان مننظم جدولك مننظم يومك مننظم كل إشي لكي توصل لهذا التارجت فحكيت خلين بلش بهذا إشي من وقتها حاولت أجمع أي آثليت بشوف عنده بوتينشل طبعاً وقتها ما كان حد يعرف لكروسفيت بس كان عندي أي حدا بيلعب رياضة معينة بيلعب أسباحة بيلعب عنده بيس رياضة جمعنا حالنا مع بعض وبلشنا نتعلم شوي شوي هاي الرياضة يعني من ناحية كمبيتيشن وبلشنا من وقتها يعني كيف حسد تقبل الناس أو تقبل آثليتسة بروغام جديد في صراحة الناس اللي بلشوا معي بالبداية كانوا كلهم كتير موتيفيتد بدفقها يعني مش عالي حدا بحكيره تعالي تدرب معاي وهيك حاولت أختار الناس اللي بكون متأكد حيكون عندهم كوميتمنت حيكون عندهم موتيفيتشن رح يرفع مستواي ورح أرفع مستوان بنفس الوقت فكانت علاقة متبادلة لبناتنا يوميتها لما بلشنا طبعاً زي ما مرة حكينا في بودكاست قبل كان موضوع كتير بيسيكس الواحد الآن عم تعلم من الزيرو بس الحمد لله سنة عن سنة سنة عن سنة البروغرام عم بكبر هاي السنة يعني أخذني حكي ممكن السنة العاشرة لهذا البروغرام فبتقدر تحكي إنه صار في خبرة كتير منيحة وصار في ناس تيم معاي أكبر بطلت لحال صار معانا من أهم الناس بالتيم هي كوتش رواند صارت هي مين أسستنت كوتش بهذا البروغرام بتساعدني كتير مع الونلاين أثليت صار عنا مجموعة أونلاي أثليت كبيرة صار في كوميونيتي كتير كبير من أهم الشرات اللي حطناها تارجت خلال سنتين إنه إحنا بنحاول إن أول كوميونيتي العربية يعني كان المين جول تعنا نسكس 2 كومبيت إنه نأول كوميونيتي العربي ك كامل كوميونيتي بحيث إنه نوصل من عنا جيمز لفل آثليت أو ريجيل لفل آثليت والحمد للله قبل سنة حقنا أول هدف من الأهداف اللي هو ودينا يوسيف دياب يجيب مركز ثالث بالكروزفيد جيمز كان عندما من ضمن الأهداف اللي لما بلشت البروغرام ب 2011 كنت حاطته ببالي فمارات الهدف يطول يعني ناخد معنا اكتر من عشر سنين لنوصله بس بالنهاية لما تشوفي حالك وصلتي اول اول مرحلة بتتفاقلي ونحن فيه كمان شغلات اكتر يعني والحمد لله كل سنة منحط جولز اعلى كل سنة منحط اهداف اكبر ويعني تعرف الواحد كوم الهدف سيطلع علي بعده ما منحط نرجع لورا يا هذا هو تحس فيه تشالينجز واجهت اكيد لان لساته جديد لبروغرام وكل سنة بكون فيه عندك جول جديد وفيه ايام دك تتغير شغل دك تزيدها صح ففيه تشالينجز مرت فيها هلأ اللي بدي احكيه انه بالكروسة بروغرام بشكل عام يعني هؤلاء الناس اللي كتولوا كومبيتوا بنهاية بروغرام لدينا اونسايت اثليتس بلعبوا بالجيم وعندنا كتير اثليتس اونلاين بلعبوا زي ما حكينا بالكومينيتي العربي لدينا ناس بالسعودية لدينا ناس بمصر لدينا ناس بجميع نحاء يعني الوطن العربي وعم نحاول نساعدهم قد ما من نقدر بحيث انه نرفع مستواهم هلأ التحدي اللي بنواجهه انه هاي الرياضة زي ما حكيت اول ايش هي مجموعة رياضات يعني أنا ككوتش لازم يكون عندي خبرة بالكارليو بالسترنكت بالجيمناستيكس بكتير شغلات ومش بس بحتى موضوع ترينيج مرات بديك تتعلم كيف تحكي مع الآثيس بيكتيرا في المشاكل الآثيس يواجهوها فموضوع انك تكوني كروسفيت كوتش على هاي لفل اللي هي الكمبيتشن مش اجتهل الواحد يكون كتير ونراوندد بده يقرأ كتير بده يتعلم كتير والآمن هذا بيكون جد بيحب الرياضة كتير وبيفهم فيها يعني مرات يعني هاي لحالة سكيل كيف تقدري تطلعي يعني او كيف تقدري لما تشوفي كومبيتشن معين تعني كيف تتدربي لها مشال الكروسفيت الكمبيتشن مو فكست يعني ما بيجي كل بطولي بقولك هاي تدريب تبعك وكل بطولي بخطيك تدريب شكل اوكي فيه دومينز معروفة زي السترنك لازم يكون عالي الجمناستيك لازم يكون منيح الاربك كابستي لازم يكون منيح بس كل سنة فيه new challenges لازم تكوني دائما up to date لهذا الاشي فمن الشغلات اللي هلا رح نحكي عنها هي وجود كوتش رواند معاي كتير سهلت علي موضوع انو نضلنا دائما up to date دائما بنعمل research مع بعض دائما بحكي لها مثلا كل فترة بنمسك topic معينة for example هلا احنا عم نقرأ بموضوع اللي هو powerlifting في عنا بروجرام اسمه conjugate strength هذا بروجرام كتير قديم بالpowerlifting اللي هم squad deadlift benchpress وعم نحاول نختص فيه اكتر ناخد كورسات فيه نتعلم فيه بنعمل meetings مع بعض بنناقش هذا الموضوع هي بتقرأ topics انا بقرأ topics وبنحكي مع بعض بحيث انو كل فترة نمسك موضوع اختصي ممكن بعدها نمسك gymnastics ممكن بعدها نمسك cardio ممكن بعدها نمسك crossfit program لكوتش مثلا معروف ونحاول نحلله نفهم شو الكوتش عم بعمل شو الconcept اللي عم بحاول يحطها طول ما احنا دائما up to date بهذا الموضوع طول ما دائما يعني انا عندي مشكلة او عندي شغلة دائما بحكيها لكل حدا اوعك تحكي انو انا بعرف او اني انا عندي knowledge لا النورج دائما بتغير ودائما بتطور طول ما انت دائما up to date ومتواضع انك تتعلم وتسأل غيرك وتاخد experience من غيرك رح يظل برنامجك دائما احسن برنامج ومجرد ما سيت تحكي انو انا بعرف او انا عندي خبرة او انا والله متعلن كل اشي انت هنا وقفت ما هتتحسن بتحبي اذا بدك نحكي عن كوتش رواند نشوف برضو كيف بلشت معنا كوتش رواند سيحكي لها كيف بلشت اصطو حلوة صراحة قبل خمس سنين باول 2018 تقريبا انا بلشت كوسفر فواحدة من الشغلات ان كون دائما بدي عرفها نويه احسن اكلي تس عرب وانا من الاردن بس كنت عايشة للسعودية فعملت هيكة ريسيش ففيف لقيت انو كوتش امين كان كوتش ديما كانت فتست فكلهم من الاردن دخلت على الاكاونت باعهم شوفت كيف بتدربه كتير كيف سيجد انو اقروب كثير متوفيش انتوا عالي شوفت انو رايحين عليها وقلت خلص بس اروح هناك بشوف كوتش امين واحكي له انو انا بدي عاجي اشتغل معك وهيك صارت روحت البطولة شوف كنت امين حكيت له انو انا عفت لساعة راح اخر بس اخلص بالمدرسة بدي عاجي عندك بكون اسيست انت كوتش ايش ما بدك بهذا الجيم انا بعقد بحكالي اوكي خلصت المدرسة بعت لأمين مساج عن استقرام بدي عاجي اشتغل معكم بدي عاجي اشتغل معكم بدي عاجي اشتغل معكم حكالي اوكي انو يلا ستوصل عندنا العالي وهيكا بدنا اشتغل معهم من قلت كاسيست انت كوتش اكتر بادر احكي شغلي انو ممكن رواند اول مرة انا شفتها كنا بطيارة كنا راحين على مصر بذكر فكانوا كتن ساعة هيك صغيرة فتلعبت وحكيلي مرحبا كوتش امين بحكي انا اوف انو كي يعني غريب الطيارة لاني احدا بعرغوا يعني بتعرفني بتحكيلي انا اسمح قلتلي انا اسمعت عنكم كتير وتلتلو مين انت شو اسمك اغا اسمي رواند انا من اردن بس عاشي في السعودية فالفلس انتباهي صراحة قدي شفت عندها يعني خلينا نحكي باشن بديش عندها مهتمة يعني دائما انا بحكي بالذات هاي درياضة زي انت مش كتير مهتم فيها مش كتير حاببها ما راح تبدع فيها فهذا كان اول اخدت عنها حكتلي انا راح اجي ادرس لاردن بعد فترة وحاب اشتر عنكم طبعا موضوع انترك وقاتيها فترة فانسيت عنو بعدين شفتها جدي جدها لاردن يجي جميزة مع ابوها قعد معنا بالجيم حكيانا انو انا بنتي حتيجي باردن ديرواكم عليها وبديات اتعلم منكم من هاد الحكي فشفت هاي تاني انتزبت بلا حكتلي ايا انا حقيت لي بحتيجي ادرس وعملت هادا الاشي بعدينها بلشت معها اللي حبيته بي كوتش رواند انو بلشت معها من الزير يعني كنت احكي لها روحي احضري هاي الحصة تعلمي منها التعالي داومي هون ما مراحقت لي ما بادر او مشغولي او او اتعبت فشفت انو في الها بوتينشي راح تتطور فيه مدام عندها هذا الكميتمنت والهاردوير كذول الشاتين كتير كانوا مهمين بالنسبة لعلي الشغل الثاني انو انا اذا بدي اخلي كوتشي يكون معايا اسستنت بهذا البروغرام لازم يكون من احسن الكوتشات ما اودر اكتر اي حدا يساعدني فيه فكنت كثير مرات رايبها بشغلات احكينا مثلا اقرأ هاي الشغلة قبل ما تبلش معايا بيكمبيت حتى تعلمي هاي الشغلة تعلمي الوان تعلمي ليفل تو خدي هاي الكورسي ورجعيلي فيهم كان كل شي بحكي لها كان تسوي اقرأي هذا الكتاب تعلمي من هاي الشغلة وحكي ليش تعلمتي كان باسيكلي زي اختبار لإلها وبنفس الوقت زي تدريب لإلها بادر احكي لك نجحة بكل اختبار عطتها ايا حتى من ناحية تبعها للتدريب وقالت لها انا شغلة اذا تكوني انتي اكتر 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 لان تكوني اكتر اكتر فاذا تكوني معايا اكتر 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 لان تشتغلي معايا بيكمبيت لازو تكوني اكتر اكتر لكل حدا لما يكثل عليك يشوفك اكتر 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 يعني كوتش رواند مش من النوع اللي كان عندها افري سترونغ بيس بالرياضة يعني ما كانت اردي راضية من زمان التحول اللي عندها بحياتها من عفلين و عفلين و عفلتاش لليوم هو الترثمية و عفلتين درجة يعني تشتر تحكي انه هي لا لو قارنيها بأي اثليت بلعب و هلأ هي مستنمى معاي مجموعة كتير كبيرة من الانلاين اثليس المشتغل معاهم تقريبا نحن اليوم وصلنا up to 70 اثليس بالريجين اوكي فأنا اي جاغلي كتير مرضو فخور فيها يعني صارنا انا 70 اثليس عم بتدربوا معنا اي موجودي انا وجود رواند عم نتحاول اتما ما نقدر نتواصل مع الكل نقدر نساعد الكل مرات اكيد منقصر شويل مشان عدد صار كبير اشتركوا في القناة